إمام عشور لعب في جزء من المباراة جزء بسيط بس إمام تحس دايماً أول ما بيشارك في فرق كبير بيحصل في كل حاجة فرق كبير في الأضايا الدفاعية فرق كبير في الأضايا الهجومية فرق كبير في الفيجن والرؤية يعني معرفش لما ببالغ ولاقة بس بحس إن إمام دايماً مختلف عن باقي لعيب الوسط ليه بقى؟ ليه بقى؟ أنا اللي هستأله ليه بقى كابتل بس خلي بقى لك بس عشان الناس ما تفتكرش إن إحنا بنقول على أمام لعيب كويس أس فيه ناس بقى تأخذ يعني المجل بقى لعيب كويس والبقى وحش لا يقى كمان إن إمام لعيب كويس عشان هو بقى فرنالي لا لا هو أمام من بدل رجال دا طبعاً لعيب كويس طبعاً الميزة إمام إمام بيلعب المطشاط مع الأهل أو كان مع الزمالك قبل كده هو بيلعب مطشاط للمتعة هو بيستمتع ما بيلعبش عشان عليه ضغط جمهور ولا إن هو عايز يحقق لا 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 ماشي كده خالص إمام بيستمتع بكورة أنا جاية تبسط ودي كل يعني كل المدربين بتعاني منها أنا عايزك وتتبسطه أنا عايزك تلعب بكورة يعني تتبسطه باللعب هي في الآخر اللعبة لعبة كورة صح؟ صح كده؟ صح فإمام بيعملها حرفياً حرفياً أنا بستمتع باللعب يعني إيه بستمتع؟ أعملها بالخارجي أعملها كده هجيبها كده هشطها مرة مش عارف إيه هبص يمين وده اللي علم معلول لبليه الساعة بستمع حاجة مش كمدير فقم بستمع حاجة كناس أنا جاية بسط فده الفرق بإمكاني ما بيتوترش هادي خالص ولا تحت أي ضغوط تحت أي ضغوط إمام من وقت ما أنا متابعه من هو أتحرس الحدود من وقت أتحرس ومش هو كده شخصيته كده غير كده هو عنده إمكانيات بدنية وإمكانيات فنية عالية هو عارف إن هو عنده فما بقاش عنده مش كلمة آه بس أنا مرضو هرجع تاني للنقطة الفنية ليه أنا يعني بشوف إن إمام عشو المختلف بحيث إنه أدوار الدفاعية بعملها بشكل كويس جدا أدوار الهجومية بعملها بشكل كويس جدا إمكانياته الهجومية كمان سواء التزديد أو إنه يميل ناحية الشمال مثلا يعني هو بيعمل حاجات لو أنا مدرب هبقى ممسوط جدا أنه أنا عندي لعيب رقم تنمانية بالنوعية دي طبعا لأنه هو بياخد دايما إمام دايما بيدور على الحتة الفاضية يعني المكان وأول ما يمسي الكرة بيبدأ يشغل دماغه إنه كل واحد يتحرك في مكان هو يبدأ يلعب عن يعني أنا أستحرك هنا هو ليه بيحب كهرباء أكتر يعني من الناس اللي هي قريبة من كهرباء من أكتر ناس تتحرك برضو في مساحات دايما وعمل لك قلق فأمام بالنسبة له حد زي ده حل سحري إن أنا ده دول الوقت بقى هشوبك هعمل لي هعمل له سلوه هيدجي له الكرة فعنده وحسين الشحات مع أمام مرعبين صح أنا أقصد إن أمام دايما هتلاقيه عنده حتة إنه هو المكان الفاضي دايما بيدور عليه ودايما بيدور على الحاجة اللي هي برى الحزب يعني دايما نقول إيه أنا ما باجأ حلل مثلا يكون ناس بتركز على الهدف أنا بحب أبص دايما على الحاجات الجانبية اللي هو الحاجات اللي بتحصل برى ده حاجة مختلفة صحيح هو أمام نفس الفكرة إنت هتبص هنا أنا مش هلعب هنا أنا لعب حتة تانية أنا محضرها أصلا يعني لجون الحتة اللي هو بتاع علي معلول ده هو السلوط ده أصلا وإنت قاعد في الملعب أنا قاعد في الملعب أنه هلعب ناحية تانية كلنا فجأة في حد تاني خطير طبعا مش بس كده دايما كنت جاب لقطة من يومينيا كابت الرضا من زكاء إمام كمان إمام قبل ما كرة تجيله كان بيشاول لعلي معلول اللي عالي بعلول كان وراه بيقول له خش أنا كده كده عامل حسابي لما هستلمها هدها لك يعني بيقول له عدي آه أنا بيقول إيه إن لعيب نص الملعب ده آه إحنا ما بنينجي نتكلم على التلاتة أو في نص الملعب دول لو التلاتة دول فاهمين كرة كويس وتكتب كويس فرعة كلها بتبقى مستريحة مم ما عندكش مشكلة ليه؟ صح لأنه هو بيبقى محضر اللي جاي صح مش لعيب بياخد الكرة وبعد كده يفكر لأ أنا مفكر قبل ما تجيلي أساسا فأنا بعمل إيه زوء إنت وأحسن حاجة كنت بيحبها في نص الملعب دايما حتى وإحنا بنلعب إن حد يقول له يطلع قدام آه دي متعة ملكش دعوة هي دي مجرد الكلمة دي انت بيعني بتبتاح طبعا طبعا مستني الكرة كمان بشكل كويس ومتأهبلها وبتاع عشان انت عارف إن أنا مثلا كريم هيطلع للكرة بشكل كويس بالزبط فأنا في البوزيشن كويس حاجة تانية هقولك حاجة في الجن بتاع أكرم تقو فيه آه إمام اللي عمله الكرة برضو آه أنا دايماً أقول للعيب اوعى تحط الكرة في رجل زميلك حطها له في مساح عشان ياخدها هو بيجري كرة دي لو تاخد بالك منها الطبيعي لو إمام لعبها في رجل أكرم أكرم على ما يوقف الكرة وعلى ما يبدأ اللي سبرينت يطلع وعلى ما ياخد الخطوطين يكون غصفرة يا رجعة تودين يا بوزيش بس دايماً كنتش يعمل كده كان هيديها الحد بالزبط كده ولكن الكرة عشان قدام أكرم فأكرم اضطر غصب عنه يعمل ايه سبرينت عكورة فراح تدوسها الأولانية هو فيه آه شكراً جول آه الناس بالكلاب ببص على يا أكرم لأ الباص ده لازم تعرف انه هو اتعمل ازاي بالخارجه قدام الرجل عشان يقطع بسرعة عشان ياخد لو اتعمل أنا بقول لكم لو اتعملت في رجلة أكرم مش تقول